النهاردة من ناحية تانية المنتخب السعودي اللي فرحنا اللي فرح كل العرب اللي خلى رقبتنا في السماء بعد ما فاز على المنتخب الارجنتيني الكبير بكبارة ليونيل ميسي نهاردة خسر قدام بولندا باسمين ابرز اسمين في المنتخب البولنز زيلينيسكي وليفاندوفيسكي هدفين في الدقيقتين 39 و82 النهاردة كان فيه ضرب الجزاء للدسر ضائعة للمنتخب السعودي صد لها تشيزني حارس مارما بولندا ويوفينتوس وفيه فرص ضيعة وفيه أداء جيد وفيه روح كويسة روح كبيرة من المنتخب السعودي هتقول لي روح كبيرة وأداء كويس وخصنا النهاردة من بولندا منتخب بولندا منتخب كبير منتخب كوي عنده عناصر مهمة جدا عنده عناصر رائعة جدا شيزني وسيلينيسكي وليفاندوفيسكي وأسماء أخرى منتخب عنده عناصر جيدة جدا الفكرة برضو هو النهاردة الناس اللي بتلوم على المنتخب السعودي اللوم جاي على فكرة ان انت لرفعت التوقعات انت كسبت الارجنتين فانت مفروض تنزل تكسب بولندا اربعة هي الحكاية مش كده خالص ظروف مباراة الارجنتين وكسبتها وهي مفاجأة ومش الطبيعي ان المنتخب السعودي يكسب الارجنتين خليناه وقعيين يعني بس عملتها مباراة بولندا لو مش بولندا افضل فعلى الاقل الرؤوس متساوى لو مش بولندا افضل كمان على الورق بولندا باللعبين المحترفين اللي عندهم وخلافه وعندهم افضل لعب في العرب السعودي فانت بتتكلم ان هما عندهم افضلية على الورق بس نقول ان هما القوى المتساوي النهاردة السعودي مقصرتش لعب المنتخب السعودي مقصروش لعبه مباراة محترمة وفاز اللي عارف يستغل الفرص المنتخب البولندي انا بقول كده ليه بقول كده عشان المنتخب السعودي عنده مواجهة حاسمة جدا امام المنتخب المكسيكي لو قدر ان شاء الله ان هو يتخطاها بالفوز يصعد خد بالك منتخب السعودي عنده فرصتين يكسب هيصعد مية في المية يتعادل بشرط ان الناحة التانية الارجنتين تخسر من بولندا لكن الارجنتين لو اتعدلت او كذبت بولندا تتعادلوا مش هيفيد السعودية في حاجة فحالاول نكسب نكسب ومناش دعوا بالله هيحصل بس الناحة التانية لو بولندا قدرت تفوز على الارجنتين والسعودية اتعدلت تسعد السعودية وبولندا وتخرج الارجنتين والمكسيك طبعا فانت عندك فرصتين الفرصة الاضمن انك تكسب تكسب انت هتسعد كده كده تكسب تسعد كده كده تتعادل يبقى لازم الارجنتين تخسر من بولندا ده ببساطة سيناريو تأهل المنتخب السعودي الى دور الستاشر من كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله يكسبوا المنتخب المكسيكي اللي هو منتخب صعب جدا اللي هو صعب جدا نهاردة شفنا المنتخب المكسيكي قدام المنتخب الارجنتيني المبرامة كانت شهينة مبرامة كانت شهلة لولا ليونيل ميسي وأداء ليونيل ميسي وعطاء ليونيل ميسي وحاسم ليونيل ميسي وأداء ليونيل ميسي الرائعة كان المكسيكا ممكن تاخد نقطة على الأقل من المنتخب الأرجنتيني ده الوضع ده الوضع